أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بإفساح المجال لتعزيز دور القطع الخاص في النشاط الاقتصادي جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج وعدد من أعضاء الوفد المراثق وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي وأشار مدبولي خلال اللقاء إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية من أجل إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر وتطرق اللقاء لتطورات الأزمة الجارية في السودان واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم ترجمة نانسي قنقر